اهلا بكم مشاهدي القناة مرحبا بكم في فيديو جديد خاص دايما باخبار المنتخب الوطني الجزائري والتربس التحذيري الذي يسبق كان الفين واربعين وعشرين بكوديفار حيث تفوق المنتخب الوطني الجزائري الأول عن نظره المنتخب الأولمبي عشية اليوم بمركز التحذيرات لسيدي موسى في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين وشركة في هذه المباراة أغلبية لعبي المنتخب الوطني الجزائري بما فيهم رياض محرز الذي التحق اليوم بالمنتخب الوطني الجزائري والتربس التحذيري للكان إذن هذه هي صور قبل بداية المباراة الودية كما قلنا التي جمعت بين المنتخب الوطني الأول والمنتخب الوطني لأقل من ثلاثة وعشرين سنة وصور لعبي الفريق إذن شكرا لكم على المشاهدة إلى فيديو آخر بحول الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته